كلما اقترب الثامن من نوفمبر موعد اجراء الانتخابات الرئاسية الامريكية كلما تصاعدت حدة الهجمات المتبادلة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون وفي اطار مساعيه لاعتبار سياسات كلينتون في حال فوزها بالانتخابات امتدادا لسياسات الادارة الحالية اقناع الناخبين انه سيجلب رؤى وافكار جديدة للبيت الابيض حمل ترامب المرشح الديمقراطية مجددا مسئولية الازمات في العالم العربي متهما الادارة الحالية وكلينتون بالمسئولية عمالت اليه مكانة الولايات المتحدة في العالم لقد حولنا العراق وليبيا وسوريا الى حالة من الفوضى التامة حلفاؤنا لا يدفعون الحصة العادلة للحماية العسكرية التي نقدمها ان دولا اجنبية مثل روسيا والصين لا يحترموننا لقد خلفت روسيا اتفاق السلام الخاص بسوريا روسيا ليس لديها احترام لقيادتنا بوتين لا يحترم هيلر كلينتون ولا اوباما في المقابل انضمت كلينتون لمجموعة المنتقدين لتصريحات ترامب الاخيرة حول المحاربين القدامى الذين يعانون من اعراض ما يعرف باسم اضطراب ما بعد صدمة اثر عودتهم من الحروب العديد من الناس هاجموا ترامب بسبب هذا ان بعضا من اقوى الاشخاص الذين نقابلهم اختبروا اضطراب ما بعد الصدمة تعليقات دونالد ترامب ليست فقط تنم عن جهل بل انها تعليقات مؤذية وفي اطار مساعيها لحشد الدعم لكلينتون قامت سيدة الاولى الامريكية ميشيل اوباما بجولة انتخابية في مدينة شارلت بولاية نورث كارولينا التي شهدت في الاوينة الاخيرة اضطرابات على خلفية مقتل رجل اسود برصاص الشرطة موجهة انتقادات حادة لدونالد ترامب نحن بحاجة الى شخص يتميز بالحزم والاتزان لانه عندما تكون هناك قرارات تتعلق بالحياة او الموت بالحرب او السلام فان الرئيس لا يمكن ان يتصرف بشكل مفاجئ وينتقد بشكل غير عقلاني وفي الوقت الذي يلقي فيه الرئيس الامريكي باراك اوباما وعقيلته ميشيل وعدد كبير من قادة الحزب الديمقراطي بثقلهم وراء مراشحة الحزب يحاول الكثير من قادة الحزب الجمهوري الابتعاد عن ترامب وتصريحاته التي تجلب للحزب في بعض الاحيان متاعبه في غنى عنها على اعتاب انتخابات مصيرية